السلام عليكم اهلا وسهلا مرحبا بالجميلات والانيقات فيديو جديد ومرحبا بكم على القناة ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في التمسحة وتكونوا باخير وعلى خير اجمل تنسيقات راقية وانيقة للدخول الجامعة وكذلك للعمل كما كتشوفوا معي الجديد دائما والحظرية غتشوفوا على القناة الى كنك يعجبكم محتوى القناة وهذا المحتوى ديال الموضة فما عليك الا انك تنضم القناة بالاشتراك وكذلك انا كنت تغطي على زر الاعجاب بالفيديو او لايك وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم جديد الفيديو هاتي لي وشكرا لكم كانت من التفاول لكم وانكم تكمل الفيديو حتى الاخير باش دائما توصلوا بالجديد وتكملوا الفيديو حتى الاخير باش نعرف ان هاد النوعية للفيديو هاتي كنت اعجبكم كما كتشوفوا معي هالتنصيقات اللي كنتو شفتوا معي هازو يعني كاملين انيقين اراقيين يعني للعمل وللا اه مثلا للجامعة للذهب للجامعات وبعض التنسيقات كيفاش قدروا تختاروا الملابيزي لكم والقطاع ديالكم كيفاش تنسقوهم وهذا وبعض كذلك الانسامبل بالنسبة للبناء اللي كيبغوا شي حاجة بحالها كتكون مستورة وفي نفس الوقت مريحة واسع بحالة شكل هذا يعني لا بالنسبة الحجاب الشرعي وكذلك بالنسبة للبناء اللي كيرتاديو الحجاب العادي وحتى اللبناء اللي ما كديروش الحجاب كيبغوا شي حاجة طويلة وهذا الشكل ديال هاد هنا هاد تنورة مع هاد شكل ديال هاد شميز لك هاد يفيها الطيات بات شكل في الكل يعني انيق بالقومش الساتن كما كنتشوفوا كذلك هنا هادو بعض الانسامبل بالنسبة الجين وكذلك في البنطالون كيجي فيهم هاد العقيق بحلاكة من جهة الصدر وفي الجيب وهنا يا هاد التنسيقات كيفش قدروا تنسقوا البنطالون او السروال اللي تكون بالنوع اللون البنفسجي هادو بعض الافكار وهادو تنسيقات يومية فكرة فقط كيفش قدروا تنسقوا القطع اللي تكونوا عندكم في الخيزانة يعني ما نعرفوش كيفش يعني نوفقوا الالوان او الا كيفش قدروا اللبسوا كل قطعة مع القطعة الاخرى هادو بعض التنسيقات كذلك الفستان اللي تيجيب حلاكة طويل ومسور هنا كيجيب الحزان في هاد الخطوط بالطول وبالعرض فستان يجيب حلاكة طويل يعني انيق بالنسبة للملاد اللي كيبغوا يصموه او كيبغوا يخيطوا هادا بعض الموديل بالنسبة للفستان كيجي لشكل انسامبل وهو يعني شكل فستان كذلك هاد الفستان هاد اللي كيجي طويل بها تشكل كيدور كامل بليب باغل من جهة من جهة الكل وكذلك من جهة صدر بالنسبة لهنا يا لها تشكل هادات يلا هاد نوعية يعني شو ميز اللي يكون بالقمجساتين كيما كتشوفو كيفش قدروا تربطوه من الامام كيجي اانيق هنا اختارت الازرق مع الاحمر في يعني في حقيبة اليد هادوا بعض اساسيات لملابس الجامعة او للعمل كيفش قدروا تختاروهم بذلك انا خلاتهم فتوح بهذا الشكل هادا مع هاد نوعية البونطالون تيكون واسعين وهنا اختارت انها تربطوه من الامام كيجي اانيق وهنا ايا هاد الشكل ديال الفستان بتجين اللي كيكونوا يعني متلوبين اكتر وكيتلبسوه فكيجوا غزالين في الليبيزة ديالتهم وكيجوا اانيقين كيجوا طوال بحال بهذا الشكل وفي هاد الفريفرات من جهة الكتاف وبسليسلة يعني كتوصل حتى للصدر فستان بهذا الشكل يعني كيجي في الطيات من جهة الصدر بهذا شكل هادا وكيجي ايفا زي من جهة البطن يعني تصميم دياله اانيق حتى بالنسبة للحقيبة اللي اختارت حتى ايا جتا جتا يعني ملائمة لهذا فستان بالبنفساجي كذلك هاد الشكل هادا ديال هاد الانصومبل هادا لحنا لي الحجاب الشرعي او لي البناز اللي كيبغوش حاشة طويلة انصومبل اللي كيجي بها الشكل هادا يعني مبرد وصيفي كيجوا في هاد الخطوط بحالكة وكيجي واسع من جهة البونتالون او من جهة السروال كذلك هنا هاد القارد كان بالاخضر اختارت مع هاد السروال بالبيج كيما كتشوفو فستان اللي كيجي بحالكة يعني كيجي تربط من جهة الكل بهذا الشكل كيجي طويل وكيجيو في بحالكة هاد طيات فستان باللون البنفساجي هنا اختارت معها يعني حيتاء في الاخضر كما كتشوفو معيها ان البنفساجي يعني جا ملائم اللون الاخضر دائما البنات اللي كيبقوا بحالما كيك يكونوا كيقدروا انهم يزعموا ويلبسوا الالوان بهذا الشكل هادا هادوا بعض التنسيقات كذلك هادوا بعض الشكل دي الشميز وهنا هاد شكل هادا دي اللباس رياضي البنات اللي كيبحتو كيفاش اشون جديد في اللباس رياضي هادوا بعض الموديلات وهنا هاد شكل ديال الانسامبل لا فيست مع البنطالون للعمل كيجي راقي وانيق وكذلك كيجيبان كلاس وكتباني يعني فأبها حلة كتباني انيقة كذلك هادا ديال الاخضر اللي يجف الانسامبل هانا شو ميز مع البنطالون نوعية انيقة وكذلك حتى تصميم ديالهم راقي إلا وصلتم معي حتى لهذه اللحظة ما تنسوش انكم تديروا لايك الفيديو باش هكذا يوصل اكبر عدد ممكن من البنات ويزافتهم الجديد وهذا الفسان هادا اللي كيجيب الخطوط بهذا الشكل هادا وكيجو في الطبقات من التحت فسان اللي الحفلات او للمناسبات يعني هادا شكل ديال هادا هادا الموتيف اللي دارت يعني في البطن او لا تقدروا حتى في فوق اللفة الحجاب كيجيبانيق للمناسبات هنا هادا شين اللي كيجيب الاسود او لبرماضي مع هادا شكل ديال البنطالو هنا يا انسومبل ان شاء الله تكونوا كملتوا معي الفيديو حتى الاخير وتكونوا استفتوا معي من هادا المحتوى ديال موضة نطلق معكم في فيديو قادمين ان شاء الله ما تنسونش باللايكات ديالكم وباسلام عليكم موسيقى شكرا